السلام عليكم أخوتي أخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي أحشيكم معكم أخوتي في فيديو حتى شبعوا ضحك كانت هناك التسريبات من صورة لمحمد السادس صار إلو الرترداج يعني السيد خاصة يرجف وبدأ يمرض وقاعد يلبس لي اللبسة عفاشينيستا أنا أخوتي بخصوص هذا الموضوع كثير من الناس راي تقول بلي يودي جزائري هو اللي حكمه في هذه الصورة والكثير يقول كلام آخر أحشيكم معكم تفاصيل الموضوع تعليقات الشعب المروكي نفسه وتعليقات الجزائريين حول هذه الصورة للملك محمد السادس أيضا لحدنا نزيد من التفاصيل الأخرى فجأة المروكة قررت أنها راح تعاودت سيد طبع العلاقات مع إيران فبعد سب طويل بين المراركة وإيرانيين الآن قرروا فجأة يعودوا العلاقات وهنا يبينت نفاق تح المراركة أيضا تركيا صراحة دارت أمر جيد يعني نظل نقطع في هذا أردوغانو لكن هذا المرار نستعرف به تركيا تغلق مجالها الجوي أما مطائرات بإسرائيل بكل أنواعها صراحة هذا الأمر كان من بين مطالب الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في غزا قلت لهم يلا الجزائر هاينا الضغط على إسرائيل بهذا الشكل تركيا تطبق ما طلبته الجزائر أيضا عدنا نزيد من التفاصيل والمواضيع الأخرى حلولكم كيفية الدول العربية الآن رغم يضحكوا عليها من كل جانب هذا إيدي كوهين هذا الصحفي إيدي كوهين عاود بداية يضحك عليهم وبدأ يسفيهم في التلفزيون الآن وتم تتسألوا تقولوا ياو إخت الدول العربية يتخدم مصالح إسرائيل هذا عليها وزع في المنهم ليس هذا وحسب بالحدث هذا الضابط الأمريكي متقاعد والإنظار يدعم الشعب الفلسطيني حتى هذا جد جد ضد العرب والخيانة اللي داروها العرب لفلسطين أيضا نحشاركم معكم تفاصيل ومواضيع أخرى مهمة للغاية بصعب يشتعبوا كامل التفاصيل خوتي لازم تتقوكم معنا حتى الآخر والأهم من كل هذا خوتي أحفظكم اشتركونا في القناة ويلا نروحوا لتفاصيل الأخبار الآن خوتي نبدو بالخبر الأول وروحوا لهذا الموضوع تاع الملك محمد السادس الفاشينيستا نراه لابس لابسة يعني مقببة بالغوز والوردي وكأنه السيد مسكرة عنده روترداج يعني صراحة لديه ما هيش لابسة على واحد في عمره 60 سنة ولا ملك للمغرب وزيد لابس جاكتة تعليجين ثاني والحاجة الشبقة خوتي هي البوت شوف كيف يدي ذي البوت الآن هيدا الصورة أخوتي مأخوذة من شاسمها باري عايت نحاوس على الموضوع بشي قيتو وهو اللي أمامكم شوش قيل هذا مثلا هذا اللي يتحدث أسي قلهم أتمنى أن أقدر حالة الصحة والتجهيزات لمحمد الصهيوني مريك المروق حصلت الصورة على جائزة اليوم في باريس وذي كانت في باريس كما كنت شفو هنا رمو حاطين به العائلة بتاعه لقارد كورا والحاجة أيضا اللي أثارت اهتمام الناس قل لك حتى نتسالي كانوا معاهم بشي قيل كلمة اللي بتزع مبر الموضة وقع رمساطرة روح أكثر من هدا محمد السادس إذن يشوفوا راه يبدأ صحة تعه وتتدهور إلى أنه مازال يلبس العقاقش والغوز والسرول الجين هذا مفهمش قاعد شا صار هنا أخوتي أغرب لبس اجتفعيتي وزادت هذه الصحفية على الشافية قلت لهم آخر صورة لنسل محمد صلى الله عليه وسلم والله أنا امرأة أستحي لبس هكذا بتنطال قلت لهم أنا امرأة وهالك يعني مديش خيمة امرأة قلت لهم أستحي لبس هكذا بتنطال يعني السروال هذي اللي راه لابسه بيزار طبعا كما نبالكم خاوتي كل حاجة أقول لك الجزائريين هذه أنا لدرناها رغم أنه الأمر كان سري ومخفي إلى أنه هذا الصورة تسربت بلادين جدي باباه وكان الكثير يقول لك يودي الجزائري هو اللي حكم هذا الصورة طبعا لو كان غلط وتلحق للملك كان راح يدوه للحبس يعني هنا مش يارواح وعيط ولا ولكن كالذكي قدر يدير هذا الصورة ينشرها على مواقع التواصل اجتماعي هذا الصورة خاوتي تذكرنا بزيف فالصور التيعه القديمة كي كان يتصور مع النساء أيضا في باري وباللبس التيعه البزار هذا هو المكان أيضا اللي ميلقاش الناس اللي تركعلوا فيه لأنه نهالي راح للمروك عنده أحد الأيام ليقعدوا فيها كذية ويجو قاعدة كل حاشية تاعة المسؤولين تاعة المروك ويبدو يركعونه ويبدو يقولوا الله يا حفظ اكسيدي نتوم وشاكم في هذه الصورة خاوتي قلونا نراكم في التعليقات الآن خلونا نروح للخبر الآخر في الخبر الآخر ومدلنا بحكينا عن المروك خلونا نكمل على المروك يبدو أنه سيكون هناك تطبيع للعلاقات بين المروك وإيران علىها الأمر يتعلق بالسعودية امتشرت أخبار مثل هذه تقول عاجل إيران والمغرب يجريان مفاوضات لإعادة العلاقات برعاية السعودية وعمان إيران أرسلت مسؤول أمني كبير للمغرب هذا الخبر كنت تركته معكم يعني موش جديد أمر غريف الآن فأقلت يعني ما هو أثر هذا الأمر على الجزائر أيضا أليس إيران هي أكبر عدو للمروك لأن المروك كانت خايفة تقول بلي إيران والجزائر هم نفس البلد الآن مدام إيران ولا مدام المغرب طبعت العلاقات مع إيران فرهي متمنية أيضا طبعت العلاقات مع الجزائر أما تطبيع علاقات بين هذين البلدين فكانت بوساطة خليني أقولكم أخوتي بلي الوساطة هذه تحسسعودية وعمان كانت كاينة بالقبل بين المغرب والجزائر إلى أن الجزائر لم تقبل وساطة أي دولة بل الدولة التي تحاول تكون وساطة إلا وتغضب منها الجزائر أسمعوا شيء يقول هذا صديقنا خاصة صاحب الشاوية بعدما تصحي أنا محمد السادس سوف يتشيعوا هذه المرة سوف تشوف فيها كيف إيران والمغرب يجريين مفوضة لإعادة العلاقات خبر موزل موشوار رسمي ولكن يقل أن السعودية أجبرت المغرب خاصة أنه في الخطاب الأخير محمد بن سلمان نعت إيران بالدولة الشقيقة أراك تشوف خائد أنه غير مؤثرين تحهم وش سبوا في إيران وش طيحوا ويقعدوا يسير جوا ويقعدوا يمسحوا الصبات كما كان شحياتي شحياتي لأن المروك دولة مطبعة نفسها نفس مصر رغم أنه مصر ليس مطبعة رسميا إلى أنه يدير نفس الحركات تاعم المروك خصوصا بعدما قاموا كل من المروك وأيضا مصر بدعم سفينة محملة بالأسلحة متوجهة إلى إسرائيل شوفوا الآن خاتي وش خلاوا ضابط أمريكي غايضين الشعب الفلسطيني وش عادي هتر على مصر لا يوجد أسفينة لإسرائيل بإسرائيل لا يوجد أسفينة لا يوجد أسفينة الأسفين قلهم يا إلهي قالهم المصريين أثبتوا أنهم أمتها لا شيء بعدما كانوا يعني أم العالم ومش حش يعطواها مصر أم الدنيا قالهم ذا خلاص مصر أثبتت أنهم لا شيء شوش رايقون خوتي هذا رايترز الضابط الأمريكي جون رايترز قالهم مصر أثبتت أنها أم جبانة لا قيمة لها قالهم لا أحدا لديه الشجاعة لمواجهة إسرائيل بمفردها الأتراك لا يفعلون ذلك خلقكم بالأتراك كانت عندهم شجعة شوي خلقكم مش دارو والمصريين لا يفعلون ذلك قالهم باشوش قالهم يا إلهي قالهم المصريون أظهروا أنهم على أنهم أمة لا قيمة لها أنا آسف لجميع المصريين لكن عار عليكم أنتم لا تمثلون شيء أنتم لا شهية أنتم أسوأ من لا شيء يا الله طيب طح لهم سوف تجلسون هناك وتتركون إخوانكم العرب وإخوانكم الفلسطينيين يذبحون بهذا الشكل هل هذه هي فرصتكم أنتم وأنتم أضعتموها هذا هو الوقت المناسب لإرسال خمس فرق عسكرية نحو غزة وأنتم أضعتموها لأنه لو أرسلتم خمس فرق نحو غزة لما كانت إسرائيل تفعل هذا لأن الولايات المتحدة يجب أن تعترف بأن مصر على حق وأن إسرائيل انتهكت اتفاقيات كامب ديفيد للسلام الآن خبتي هذا كلام الأمريكي هروح روح وشوفوا كلام الإسرائيلي يا سيدي حتى الإسرائيلي اللي رم عاونينه العرب ورم دعمينه رم تقزز منهم هذا إيدي كوهين وزيد من فوق يهضر باللغة العربية مع صديقه اليهودي وسمعوا يعني هذا هجوم الثاني لها واشا يقول على العرب مهزلة كمة السخرية وليهودي منا يضحك أنا عم بسأل العرب عم بحكي معهم جامعة الدول العربية شو خمس إنجازات عملتوها من سبعين سنة إنجازات ما في إنجاز واحد ميزانية مين بتفعل ميزانية الخليجيين السعوديين جامعة الدول العربية هاي لازم تكون اسمها جامعة العار كاهرة الشعوب العربية ما بيعملوا شي هذول مين بيشتغل هنيك صفراء هذرا يستفز فيهم خاطئ على بالو باللي هما مكينوانو رغم أنو هذا الأمر يفيد إسرائيل بما أنو جامعة الدول العربية ريكدا ونحسانة إلى أنو لا لا خلينا زيد نقولها لهم زيد نضحك عليهم كثير صراحة رغم كرهي الشديد له إلى أنو عندو الحق أخم شايفين خاطئ احنا في العديد من المناسبة تهضرنا على قمة الدول العربية للرئيس عندما جاءتبه قطحها كم مرة لذلك لذلك لحقنا سميناها بأمامة العربية وليس القمة العربية بالمعاش وزراء خارجية احترامات وفنادق بيجتمعوا وأنا كمان بدي أسألك سؤال مش عن القمة العربية شو رأيك بتوبيخ بشار الأسد لإسرائيل على المجازر بشار الأسد يحكي عن المجازر والله إيش فزيع يعني بشار الأسد يحكي عن المذبحة في غزة هذي اللي قتل 800 ألف سوري وهجر أكتر أكتر شو تعملوا خصر يعني هذا البشار الأسد يحكي للمسايل بس بدي أسألك سؤال وين راح بشار الأسد بشار اللي بيسمي حاله أسد كان لقل زعمال العرب انتم من نصف الرجال هذا الأسد متخبي بخاف لما شوف اللي صار مع نصر الله بخاف شو بدي يصير مع أسد هو هلأ عامل حاله يعني طرف ما عم بيشوف ما عم بيشوف ولا عم بيسمع حماس وحزب الله فيه تقارير لا تنكر من حزب الله خلص تبرع من حزب الله الكمة اللي حتى نعمل تلقيس الكمة كانت مهزلة وهدول حكام العرب بيستهزئوا من شعوبهم مش مني ولا منك من شعوبهم وهلأ طبعوا مع بشار الأسد بشار الأسد أتل الفلسطينيين باليرموب وأتل ملايين السوريين نصر الله إذا لم أشعجبوا الحل كنا مطبعين مع بشار الأسد والسوريين وثاني أغلبية من الذي يتحدث عنهم وحق لأسف شديد لهذا أخوتي الجزائر تونس رئيس تابون ورئيس قيس عيد رمي قاطعوا هذه جامعة الدول العربية وها شوفوا أخوتي هم بيضحكوا علينا يا والصحرم بيضحكوا علينا العديانة وهذا الدول العربية هم اللي يخلوا العديانة يضحكوا علينا من هالي الجزائر قلت لهم شوفوا يا دول عربية يالله نديروا اليد باليد ويالله نوقفوا بجالين الجوي على الطائرات الإسرائيلية ويالله نلعبونهم بورقة النفطة ما خلوش يستضروا النفطة وردوا بكم تعطوهم لأخر الدول العربية رفضوا لك الجزائر تيما كيش في وصنا مع ما تكمل مع ما كلا تهضري إذن خوتي الان راهم يستغل والصح مصر الجي هنا داخل جامعة الدول العربية تودين إسرائيل غدوم ذاك تعطي لها سفينة حربية مليئة بالأسلحة يعني ما هذا النفاق وراء مباشرة تخرج حتى تركيا اللي يكونوا عليها منافقة خرجت خرجة الرجال ومنعت طائرة إسرائيلية من التحريق فوقها قال لك تركيا ترفض السماح لطائرة جناح صهيون الرئاسية الإسرائيلية بالمرور عبر أجوائها مما أدى إلى إلغاء جولة الرئيس الإسرائيلي يسحاق هرتوغ في أذربيجان يعني بسبب إسرائيل تم منع الطائرة من الذهاب إلى أذربيجان هذه يعني عدم السماح لطائرات إسرائيلية بالطيران فوق السماء وللأجواء تعالى دول العربية كانت أصلاً من مطالب الرئيس عدمج التبون في القمامة العربية اللي فتت مشي هذي هاريك أردوغاني طبقها دول العربية ما حبتش تطبقها ومش لكم خاوتي في هذا الأمر يعني الآن بيختصر رحوا لبقية الأخبار اللي قاعدت سنها الصين تهدد وتحذر أمريكا علىه الآن بقدوم الرئيس الجديد دونالد ترامب اللي حشاهل قاعد يكالناس اللي يودي نحبس الحرب وغزة رح تسلك رح يكون أسوأ من أي وقت مضى بل رح يزيد ربما ينوض حتى حرب مع الصين هنا خرج فيه الرئيس الصين يقوله غير دير بوز الرئيس الصين يقول لك على الولايات المتحدة الأمريكية عدم تجاوز الخط الأحمر في دعم طايوان كما لبقى مخوتي الصين تعتبر طايوان جزء لا يتجزأ منها في حين أنه طايوان حاب يستقلوا من الصين ويقول لك باللي يودي إحنا عدنا بلد تتعنا وحدنا أمريكا اغتنمت هذة الفرصة رح يحب تدعم هذو لرهم منفصلين على الصين في الخبر الآخر كنتح نحكي لكم على النزاع كبير الآن بين الجزائر وفرنسا صحيح أنه الجزائر عاقبت فرنسا بكثير من الحركات ولكن أيضا الأيام الأخيرة رح نشوفه فرنسا تعاقب فيها الجزائر أيضا فمثلا تكلفة النقل تعالحاويات اللي رح يديرها فرنسا بالسفن الفرنسية إلى المروق وإلى تونس ما تفوتش الـ 500 أورو أما إلى الجزائر فبلغت 1200 أورو يعني زيادة بالضعف وهذه عقوبة من فرنسا على الجزائر لكن أيضا الجزائر عاقبت فرنسا بالكثير من الأمور الأخرى موضوع هذا طويل يحتاجنا ديرونه فيديو خاص نتحط في على هذا الأمر على كل حرقاتي إذا أعجبكم ذا الفيديو الله أحفظكم اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس وانتظرونا فراهيم مازالت عدنا المزيد من الأخبار والمواضيع كل ما عليكم فعلا هو الاشتراك باش منفوتكم حتى جديد شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء